كما تعودت دائماً وأبداً ضربة البداية مع مقالي ومقاله عزوف أم دليل سقة عارفين حضراتكو أن مجلس إدارة النادي وجه الدعوة للجمعية العمومية للنادي لدى إنعقاد 25 و 26 أفنبر المقبل لمناقشة جدول الأعمال وأهم ما فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للأربع سنوات القادمة تم فتح باب الترشيح أغلق الباب السابعة مساء الجمعة الماضي واقتصر الترشيح على عدد ربما كان الأقل عدداً منذ فترة طويلة هذا ما دفعنا لطرح السؤال المهم عليك يا باش مهندس هذا عزوف أم دليل سقة والاتنين مع بعض ومرتبطين ببعض العزوف لأن فيه شرط الجدية الذي وضع في النظام الأساسي هو مش عزوف أصبح الجادين الذين يتصورون أن لديهم فرص اللي بتقدموا كان معظم الناس مستسهلة تدفع مبلغ بسيط وتخش الانتخابات وهو الناس تعرفنا وعارفين أن فرصهم تكاد تكون مش موجودة المبلغ المبالغ اللي تعتبر إلى حد ما ماشدق ما أوي لكن اللي يتفعها يبقى لازم يكون جاد بتتكلم عشان الناس بعرف 30 ألف للمرشح الرئاسة وأمينة للسندوق والنائب وعشرين لبقية الأعضاء وعشر للشباب الرسوم دي بتتجمع عشان ينفق منها على إدارة الانتخابات وفي نفس الوقت ما يخشش غير أصحاب المتصورين عندهم فرص فتبقى المسألة جدة فده مؤشر لكن أيضا في بعض المناصب دليل ثقة يعني مؤكد أن منصب الرئاسة فيه اتنين كابتن محمود الخطيب والمرشح خالد سليمان المحامي النائب الأستاذ العمري فاروق تسكية الأستاذ عمري فاروق خده بتسكية أمان السندوق ربما هي تكون المفاجأة فيه أن الخالدين نزلوا قضا بعض العين الأستاذ خالد مرتجي نزل ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب المنطقة يعني اللي هي هتخش مع بعضها وتساعد بعضها كأمين السندوق المراضي يعني عمل أب جريد من العضوية ألمانت السندوق والأستاذ خالد الدرندلي أراد أن يدافع عن المنصب اللي كان فيه بقيت الترشحات لحد الوقت الكابتن الخطيب منازل معه سبعة تمانية على الأساس الناس هتختار منهم سبعة ودي هتفاصيلها احنا بنطرح مش بنزكي هو عموما زائد زائد أن الجديد بقى اللي تحت السن إنهم اتنين مش ثلاثة مرشح للعضوية للمقاعد السبعة في العضوية فوق السن مرشح 11 مرشح للي تحت السن اللي هو تحت 35 هينجح اتنين من الخمسة اتنين من الخمسة اللي تحت السن اللي تحت السن فيه جرأة فيه خمسة منهم ثلاثة بارة قائمة واثنين في القائمة ودي أنا باعتبرها بقى دي بالذات ظاهرة طيبة لسببين أولا اللي تحت السن مبلغه مراعى فيه إن يكون مش كبير خمسة الاف أظن عشر تلاف عشر تلاف وفي نفس الوقت يعني مجموعة كبيرة من اللي تحت السن عايزين يخدوا التجارة وياخدوا الخبرات للقادم وده إيجابي وده إيجابي جدا وكل المناصب اللي عليها معارك انتخبية طبعا بتبقى إيجابية بس اللي أنا عايز أقوله ودي اللي يهم الناس لإن فيه متغير في اللايحة حتى المناصب اللي بالتزكية مش معنى كده إنها نجحت لابد أن تحصل يعني هتخش هتيجي قدام المرشح اللي أخذها بالتزكية تعلم أنت عايزه ولا مش عايزه لازم ياخد خمسة عشرين في المية من الحضور يعني إذا فيه عشر تلاف لازم ياخد ألفين وخمسمائة صوت لازم إذا ما خدش خمسة عشر في المية مش هينفعوا التزكية فدي ده متغير جديد في النظام الأساسي بتاع النادي الأهل إذن هي أول انتخابات هتجرى طبقا لنظام النظام الأساسي اللي اعتمدته الجمعية العمومية طيب أنا طرحت السؤال ده الحقيقة بنفس التساول على تويتر أنه هل تزكية في النائب وشبه تزكية في الرئاسة ومنافسة سنائية في السندوق ومحدودة في العضوية ما تفسيرك لهذا العزوف اللافت عن خوض الانتخابات كانت فيه مشاركات وتفاعلات كتيرة جدا لكن خلينا أقول لحضرتك أنه الفنان الكبير الأستاذ نبيل الحلفاوي كان تفسيره قال لي ده إعلان واضح من الجمعية العمومية عن ثقتها في الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة وشبه إجماع على الرضا بما تم إنجازه في الدورة الماضية ده رأيه ده رأيه ما أنا قلت لك هي تحتمل احنا بنحلل دلوقت لأنه فيه ظاهرة احنا موقفنا الإعلامي هيكون الحياد أمام الجميع لكن هذه أرى ظاهرة الترشيح نفسك هذه أرى قد يأتي وقت أنه نستعرض الرأي والرأي الأخر وقد حسب حسب الأمر هيحتاج تحليل ولا لا لكن دعنا نقول أن الظواهر الانتخابية أستاذ إبراهيم برضو بتعكس حالة بين الأندية هنجد انتخابات اتحاد الكرة غامضة وغير مفهومة هنجد انتخابات نادي الزمالك فيها برضو الكثير من المتغيرات كل لحظة حتى كانت انتخابات نادي سموحة أيضا فيها كان فيها مفاجآت وبعدين رجعت التصواويبت وبعدين رجع المفاجأة تعكست بالذات على منصب الرئاسة ومنصب النائب الرئيس في النادي الأهلي الدنيا فيها شوية رايحة فيه استقرار العملية الانتخابية مش استقرار المجلس استقرار العملية الانتخابية ما فيش يعني حاجة بتقول ان فيه مشكلة في يعني مرور او سريان او انسياب العملية الانتخابية دائما احنا عايزين نقول بقى كلنا نتمنى هذا يقابله من الجمعية العمومية ومن المرشحين في النادي الآلي ان نحافظ على هذه الصورة صورة الاستقرار صورة الاحترام المتبادل اه وعجبني جدا ان بين الخالدين لان فيه صداقة هي في الاخرى هتنتقل العملية الانتخابية ويجب ان تبقى الصداقة صحية العملية الانتخابية هي وجهة نظر واختلاف وجهة النظر لا يجب ان تفسد للود القضية وقبل كده قلنا لكم تقاليد النادي الاهلي يا ما قالت وانا عصرت هذا الكلام اكتر من مر ابقى موقف الانتخابي الصبح المعلن مع الكابتن صالح وبالليل بتعشى مع الاساس كمال حافظ اللي هو في الضفة الاخرى فالعملية الانتخابية ما لها علاقة بالعلاقات القوية بين ابناء النادي الاهلي في الاخر هي منافسة على خدمة النادي الاهلي بالمعنى الحرفي فالاهلي دائما فوق الجميع فوق جميع ابنائه علينا الحفاظ على هذه الصورة ولا يجب ان احنا حد يخدنا في اي سكة من سكة المهاطرات الغير مرغوبية طيب على الجوار المباشر لنادي الاهلي في اتحاد الكرة اتحاد الكرة ممكن جزء من الخلاف حوالين اللايحة الجديدة بند السماح بخوض الانتخابات بقوائم مغلقة يعني مش بس قوائم للدعاية الانتخابية لا كل مرشح ينزل معه قيمته زي انتخاب بالقيمة ومازال محل الخلاف حتى الان خلاف في لائحي معروض في ضمن التعدلات اللايحة ولا حد الان لم يقر يعني يا بصدف الرئيس دي مش عايدة اللايحة انا حر انا نازل رئيس وبقول لكم نفسي تنتخب دول معايا لا مش نفسي بقى الالزام بقى زي انتخب القيمة ان لو الريس او القيمة خدت ممكن تشيل واحد يتاخد الكل يتسيب الكل تنتخب قيمة مش تنتخب فرد ودي في اللايحة في طلب التعديل بقول لك طلب التعديل هل طلب التعديل لم يقر حتى لا حتى لا اقر ايوه يسري فورا ما انا بسألك سؤال يسري على القادم ولا فورا الانتخابات اللي جاية لا انا ما ينفعش تعملي حاجة قبلها بأيامي لان ده ما هوش ما هي الديمقراطية جماعة الديمقراطية لازم ايضا تعبر عن نفسها انك انت من حق الناس كلها انها تدرس الموضوع صح وان المعلومة تكون متاحة للجميع في التوقيت المناسب وبالالية اللي تروح لجميع بنفس التساوي انما اللي في مركز اتخاذ القرارة يستطيع ان يعدل او يغير او يعمل قبلها بلاحظات انا اللي قبلها عايزت تغير غير للي جاي القديم يمشي على ما اتفق عليه انا معرفش دي تروح في سكة ايه على فكرة انا مش دارس تفاصيل ما اخد بالك ما اتفق عليه مش موجود يعني للاسف الشديد ده الفيفي بيرجعك للايحة عمر الجناني اللي ما كانتش اعلنت اصلا اللي ما اعلنتش ما اعتمدتش او اعتمدت وما راحتش للالية بتاعتها بالظبط او على طول في حتة اه الناس بتسيبها عشان تبوزوا بيها الدنيا اه ما تقوليش انه دي صودة اه يتعتمد لايحة بدون العرض على اللجنة الاولمبية ومافقتها يتاخذ موفقة اللجنة الاولمبية ولا تعتمدها بالاتحاد الدولي يتعملها بالالية التي يمكن اطعن عليها اه وهدي هي معاناة الكرة المصرية الكرة المصرية اللي النهاردة عندك من النمازج اه على فكرة اه الارض انجح من زارعها يعني ما ينمو على سطح ارض الكرة المصرية هو ليش ما يزرعه وتزارع وده فضل من عند ربنا لدى الارض خصوبة افضل خصوبة افضل والريح بتجيب لك البزرة اللي انت مش مستنيها اه لكن للأسف الشديح مش عارفين نغتنب شيء مش ممكن يقعدنا هذه الحالة الاحترافية النجاحة بقيادة واحد النهاردة الناس بقيت تتكلم هو الاحسن ولا في حد حينفسه زي محمد صلاح وما يحدثه كأحسن لعب في العالم من الجزات ما ينفعش بقى ان احنا يا اخي طب قول قول اعمل حاجة صحة عشان تقول والله ده انا ده انا اللي مطلع ده الارض اللي انا سوتها وما هدتها انجبت احسن لعب في العالم ووسطت لها المياه ومطلع انصام الريج بتلقى البزرة الصالحة طلعت النبدة دي لكن ما تبقاش انت بتستفيد من الصورة الزهنية دي وانت ما عملتش اي حاجة غير انك انت قطعت عنها المياه والسماد فما يحدث على الساحة الكروية وايضا ايضا احنا بنقول ايه البدايات بين التراقب والاماد بما فيها البداية الجديدة بتاعت ادارة الكورة مصرية في لجنة دلوقتي ربطة ربطة الاندية هتاخد صلاحيات هتاخد صلاحيات الناس دي مش جاية عشان يتقلع ميلي صحية لكن ما زال فيه صراع بينها وبين الانتحاد يعني يعني ابسط مظاهر الصراع لما يقولوا ممكن فيه حكام اجانب ويبتدي اللجنة لجنة حكام تقول كده ومي يجي عسام عباس تتحصل همهما همهما ان فيه صدام في الحتة دي لا احنا خرارنا بتاعنا يعني ليه تملي مع كل مدرة استقرار واتجاه يحصل اننا نتشد لصراع ارجو الجميع يحكمهم الصالح العام ترجمة نانسي قنقر